عملية تكوين الفوج الثامن والثلاثين للخدمة العسكرية ببنغرير انطلقت بحفل رسمي حضره الفريق مفتش سلاح المشات للقوات المسلحة الملكية فؤاد عكي وضباط سامون وسيهم التكوين الذي يستهدف 2025 مجندا جانبين اثنين نظري وتطبيقي تم الإعلان عن البداية الفعلي للخدمة العسكرية ولحد اليوم تعرفت لأصدقاء جدد من جل مناطق المغرب والهدف دينا هو تلبية نداء الوطن وتعلم مهارات وانضباط من خلال أنشطة متنوعة البرنامج التكويني للمجندين يمتد على مرحلتين تشمل الأولى أربعة أشهر للتكوين العسكري الأساسي فيما تمتد المرحلة الثانية ثمانية أشهر وتهم فترة التأهيل المهني في عدة مجالات اليوم نطلقات عملية تشكوين الأسكري وكلها عزيمة باش ان شاء الله نكون عند حسن المسؤولين والمؤطرين وندوز واحد الفترة ان شاء الله تكون في أحسن الظروف نهار جيت هنا تعلمناش حال من حاجة الانضباط لفياق بكري الإحترام بين الزملاء الأصدقاء ديالي وتتراوح أعمار المجندين بهذا المركز ما بين 19 و25 سنة وهم يشكلون 20% من إجمالي المجندين على الصعيد الوطني ترجمة نانسي قنقر